اشتركوا في القناة نحن اليوم وفي هذه اللحظة الكريمة سنتكلم عن لقاء الله عز وجل وأعظم به من لقاء يوم نقف بين يدي الله عز وجل متجردين من كل شيء إلا مما قدمنا بين يدي ربنا من خير قدمناه لآخرتنا ومن زاد حملناه معنا ليوم الحشر يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل وهذا إمامنا علي كرم الله وجه ويقول وهو يذكر بالآخرة وينهين عن إغماس في الدنيا ومن الذاتها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا ضار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانها النفس تبكي على الدنيا وتسعى من أجل الدنيا وتضحي من أجل الدنيا وتبدل الغالي والنفيس من أجل الدنيا وتنسى الآخرة بل الأولى والأجدر أن نعمل الآخرة والله يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والله يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله أحبة الأكارم فلنفر إلى الله من غضبه إلى رحمته فلنفر إلى الله عز وجل من الغفلة إلى اليقظة فلنفر إلى الله عز وجل من الإغماس في الدنيا ومن الذاتها إلى الإقبال على الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار نعود إلى الأبيات الكريمة النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها انظر أخي الكريم ماذا بنيت لآخرتك وماذا أعددت لآخرتك أي دار أنت تبني تلتهي بالدنيا وبيعيشها وبيجيان لأنهارها وبيملذاتها الكبيرة والصغيرة القصيرة والطويلة وتنسى الدنيا وتنسى الآخرة وتنسى الآخرة التي هي معادك وتنسى الآخرة التي إليها سترجع وستوقت تقف بين يدي الله ففر أخي الكريم فعود إلى الله فعود إلى الله وتب إليه توبة نصوحة فهذا معاد بن جبل رضي الله عنه وهو يعالج سكرات الموت يقول اللهم إني كنت أخافك وها أنا اليوم أرجوك اللهم إني كنت أخافك وها أنا اليوم أرجوك اللهم إنك كنت تعلم أني كنت لا أحب الدنيا لجري أنهارها ولا لغرس أشجارها ولكن لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم هؤلاء الصحابة هؤلاء الرجال الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاكتار من ذكر الموت والاستعداد للموت ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أكيس الناس وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيس الناس قال أكثرهم ذكرى للموت قال أكثرهم ذكرى للموت كلما ذكرت الموت كلما اتعذت كلما ذكرت الموت كلما تيقنت بأن موعدك إلى الله حتمي لا رجعة فيه أخي الكريم انظر في لحظة وجيزة أن الله عز وجل ينتظرك ويشتاق إلى رؤيتك ويشتاق إلى لقائك فهل أنت مشتاق إلى رؤيته فهل أنت مشتاق إلى لقائه فهل أنت مشتاق إلى النظر إلى وجهه الكريم أيها الأحباب الموت لحظة انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة لحظة انتقال من ضار عمل إلى ضار جزاء من ضار تعب وضنك إلى ضار استعاة رحمة الله عز وجل فالتوبة التوبة والبضارة البضارة قبل فوات الأوان قبل أن يقف علينا ملك الموت ونقول يا ليتنا نرد فنعمل صالحا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم يربي ردنا إليك ردا جميلا اللهم يربي أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعداب الآخرة آمين آمين أقول قوله أستغفر الله العالم والحمد لله رب العالم